هكذا هي صورة بموقع تيكجد السياحي يبدو قاصدوا المكان قليلون جداً والسبب هؤلاء الشباب قادموا من ولاية أم البواقي ليعيشوا أجواء السياحة الجبلية التي استحسنوها كثيراً أما هؤلاء ففضلوا قضاء ليلتهم هنا كيف لا؟ وهم حالمين بسياحة شتوية جبلية وغابية ورغم أن حادثة اغتيال السائح الفرنسي إيرفي غورديل لا تزال تخيم على المنطقة إلا أن للقائمين على الشأن السياحي هنا رأي آخر نشوف الحركة السياحية الحمد لله نشوفه من سنة إلى أخرى يعني النسبة على السياح جزائرين وأجانب ثانية اللي رأي تزيد والحمد لله لأنه إحنا كعمال في المركز رأي نقدم عدة خداماته كل عام رأي نزيده حاجة جديدة والحمد لله رأي نشوفه فيها باللي رأي كل حاجة يزيد القدام الهجس الأمني هو من سياس الفراغ لأن الغياب غياب الفراغ هذا إذا ما كاش تدفق سياحي راح تكون لانسيكوريتي معنى أنتا كي تنسح من الملعب انتا راح تخلي الملعب لأطراف أخرين فمت هذا ما يجب تاني حاجة لم يسجل أي حادث يعني عنده جانب أمن على مستوى لي أنه يؤثر على السياحة على مستوى الولاية ربما عدنا سنوات ولايتنا تنعم بالأمن والاستقرار يعني وما كانش يعني حوادث هكذا قد تستقطب هذه المناظر الخلابة سياحا محليين كانوا أو أجانب إلى أن هاجس الأمن وأسعار الهيكل القاعدية القليلة أصلا يجعل من وطيرة السياحة الجبالية والشتوية بالجسائر بطيئة نوعا